بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكمل في هذا المقطع بـ Industrial Robot Systems وبنتكلم على The Complete Robot فبقولي The Complete Robot Package consists of the robot controller with teach pendant وكمان في There's also usually a terminal يبقى أنا عندي هنا الـ Complete Robot بيتكون من أربع أجزاء اللي هما الروبوت أو منسمي الروبوت أو الروبوت آرم أوكي اللي هو مقصود بيه بردو الروبوت أو الروبوت آرم أو الروبوت آرم أو الروبوت آرم و الكنترولر والتتش بندنت والتتش بندنت ده بنعمل بيه ووظفته نحن نعمل بيه ماركينج للـ Positions المختلف المسار اللي هيتحرك فيه الروبوت فأنا بقول عندي بين A, B, C, D عندي 100 points عايز عملهم ماركينج بنقدر نعمل الماركينج دي بالتش بندنت جيد اربلا نعمل يجب أن تأخذ الإنجانج التشارع ووظفت باباً مع الروبوت بخصوص يعني لا ممكن تبقى كمبيوتر منفصل أو ممكن تبقى كمبيوتر مموضوج مع الكنترولر يعني بدون إي بخصوص يقول اللي تحتوي على مركز الميكرو بخصوص ايجب رحم رحم التشارع through the control software to drive the robot joints and perform other activities البرنامج لما بيكتب أنا بحوله للكنترولر ده اللي بتسميه الانتربريتر أو المترجم للبرنامج الكتب إزاي هو الكنترولر بيترجمه ويبعثه على الروبوت آرم عشان يقدر يتنفذ الموتينز المختلفة اللي منوطة بيه إنه هو يعملها بعد كده بنتكلم على الاخر هذا اللي هي the working environment فميقوله this is the environment that the robot works in and interacts with الفيقر واحد اتنين show the robot cell that performing an assembly task there may be also sensors devised in the robot gripper or in the other elements of the cell this provides information of the status of the operation فتعالا نشوف الكلام ده على الرسم بيقول لي أنا عندي أدي روبوت اللي موجود قدامي بيشتغل مع الميلنج الvertical ميلنج ماشين وبيشتغل مع ميلنج ماشين وبروتشنج ماشين ودريل اللي بيحصل هنا إنه الروبوت بعمل له البروغرامنج بتاعه وبحيث إنه ها يعمل ايه؟ أولا هنا فيه ادي رو ماتيريال بياخدها من هذا الكونفير يدخلها على الماشين بقى حسب ترتيب الوبريشنز المطلوبة فمثلا أنا هاعمل الأول دريلنج ولا هاعمل ميلنج وبعدين اوديه على البروتشنج وبعد ما خلص اوديه على الكونفير اللي هو ايه؟ ها يستقبل الشغلانة بعد ما انتهت فكده أنا بعمل البرنامج للروبوت بحيث إنه هو يستطيع إنه ينقل الشغلانة بعد ما تنتهي من ماشين لماشين ده طبعا very precise gripper لإن أنا عايز أعمل الهول فلازم يكون أنا وضعت الشغلانة بتاعتي في المكان اللي هو very precise بحيث إنه ايه؟ الدريل تنزل تعمل الهول كذلك في البروتشن كذلك في الميلنج ماشين؟ طب يتنقل من ماشين للتانية ازاي؟ أو هيقف ازاي؟ وهيعرف ازاي؟ هنا بنقول إن أنا بيبقى عندي فيه delay أقول له delay يعني يعني على ما يخلص شغلانة دي روبوت بيعمل delay يستنى بعد delay ده مثلا بيقول له ايه؟ ده 30 ثانية كنا عمل ايه؟ دلي خلص 30 ثانية يروحوا روبوت اوتوماتيك ماشي يمسك ايه؟ يفتح الجربة بتاعه عشان ينقل ايه؟ اللي شغلانة لأنسوا ويتم بهذه الطريقة البرنامج شكرا